أكد اللواء تاريخ حسن الحسن رئيس الأمن العام أن أعمال البحث والتحرية التي تم مباشرتها إثر الحادثة الإرهابية الآثم الذي وقع يوم أمس بقرية سترة وأسفر عند إجتشهاد اثنين من رجال الأمن وإصابة ستة آخرين تمكنت من تحديد هوية عدد من المشتبه بتورطهم في هذه الجريمة الإرهابية والقبض على عدد منهم وأشار سعدة اللواء إلى أن المختبر الجنائي توصل من خلال عمليات المسح ورفع الأدلة والفحوصات المختبرية إلى أن المادة المستخدمة في عملية التفجير هي من ذات المادة الشديدة الخطورة والتي تم إحباط تهريبها للبلاد بجانب عدد من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر بترتيب وتنسيق من أشخاص في إيران وذلك بتاريخ الخامس عشر يوليو 2015 كما تبين أنها من نفس المادة التي تم ضبطها في قرية داركليب في يونيو 2015 بمستودع للمواد شديدة الانفجار والأدوات التي تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة بتقنيات مختلفة وكذلك تلك التي تم إحباط تهريبها للبلاد عن طريق البحر بتاريخ 28 ديسمبر 2013 كما تم تحريز عدد من المواد التي تدخل في تصنيع المتفجرات في مسرح الجريمة ومن ذات المواد التي تم ضبطها في القضايا السابقة وأشار رئيس الأمن العام إلى استمرار أعمال البحث والتحري للكشف عن ملابسات العمل الإرهابي والقبض على بقية المتورطين فيه وتقديمهم للعدالة اشتركوا في القناة